نعم يعني بداية هذا الاتفاق هو ربما تتويج للحالة الدبلوماسية والمصاري الدبلوماسي الذي كانت تقوم به الكثير من الأطراف الإقليمية والعربية وأيضا الدولية لأن هذا الاتفاق في نهاية المطاف هو أيضا له بعد دوليا يتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتحدث عنه بشكل كبير جدا أما ما الذي تغير أنا باعتقاد كان واضح جدا أن الاحتلال الإسرائيلي هو الطرف الأكثر رفضا للذهاب إلا الحديث عن أي هدنة إنسانية خلال مرحلة الماضية وكانت إسرائيل تحاول أو تراهن على عامل الوقوة الزمن أنها ستحقق الأهداف التي وضعتها في بداية هذه الحرب وبالمناسبة هي كانت واضعة مجموعة من الأهداف من أهمها القضاء على المقاومة الفلسطينية واستعادة كافة الأسرة الإسرائيليين من قطاع غزة دون مقابل لكن الآن هذا الاتفاق ربما هو يأتي لكسر هذه اللاءات الإسرائيلية التي كانت موضوعة في اليمين نتنياهو كان يتحدث منذ اليوم الأول للحرب عن مجموعة من اللاءات لا رفع للحصار عن قطاع غزة لا إدخال للوقود والغذاء والمساعدات الطبية ولا وقفا لإطلاق النار إلا بعد أن يتم الإفراج عن كافة الإسرائيليين وبالتالي اليوم الاحتلال الإسرائيلي يتراجع عن هذه اللاءات ويقبل بما تم طرحه من شروط من قبل المقاومة الفلسطينية وبالمناسبة هذه الصفقة وهذا الاتفاق هو ربما يعد مرحلة جزئية بسيطة حتى هذه اللحظة لأنه ما زال لدى المقاومة الفلسطينية ما يزيد عن 200 أسير إلى خطوات متتابعة فيما بعد نعم سيد سليمان ما هي توقعاتك وتقديراتك فيما قد يجري في هذه الـ 24 ساعة التي تسبق الهدنة التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ غدا الخميس نعم من تجارب سابقة الاحتلال الإسرائيلي هو يكثف طلعاته وضرباته الجوية واستهدافاته الميدانية بشكل كبير جدا قبل الذهاب إلى وقت الصفر مثل هذه الاتفاقيات أو مثل هذه الهدن وهذا كان واضح جدا في الحروب السابقة التي كان يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والهدف الأساسي منه أولا محاولة ترفع قيمة الفاتورة الميدانية إذا ما جاز التعبير بذلك وبالتالي هو يستطيع أن يقدم نوعا ما إرضاءا للشارع الإسرائيلي الداخلي مقابل الأثمان التي سيدفعها من جانب ومن جانب آخر ربما يريد أن يوصل بعضا من الرسائل الميدانية تحت الرصاص وتحت القذائف من خلال أنه يريد أن يوضح للمقاومة الفلسطينية أنني ذهبت إلى توقيع هذه الاتفاقية أو إلى تنفيذ هذه الاتفاقية لكن بعد أن قدمت كثير من الفاتورة الميدانية وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي ربما نشهد خلال الساعات القليلة المقبلة رفع كبير من حيث الاستهدافات والاستهدافات الميدانية بشكل كبير جدا لأنه في نهاية المطاف الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه النحظة لم يستطع أن يصل إلى أحداث ميدانية عسكرية كما كان يروج لها دائما أنه يريد أن يصل لها إذا دخلت الهدنة حيث التنفيذ برأيك هل ستنجح الهدنة؟ هل هناك ضمانات بأن كل من طرفي الصراع سيلتزمان ببنود الاتفاق؟ نعم واضح جدا من طبيعة ما تم الحديث عنه ونشره في تفاصيل أو بنود هذه السفقة أو هذه الهدنة أن هناك الكثير من المحددات التي ربما تقول هي ضابطة لإمكانية تنفيذها أولا هذه الهدنة هي تأتي برعاية قطرية مصرية ودور أمريكي وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة في هذه الهدنة فهي ربما ستجبر الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بتفاصيلها هذا من جانب الجانب الآخر يتعلق في آلية تنفيذ هذه الهدنة هذه الهدنة ارتبط تنفيذها بشكل مرحلي وبكل يوم بأيام هذه الهدنة بمعنى أنه لن يتم الإفراج عن خمسين أسيرا إسرائيليا بشكل في دفعة واحدة وإنما سيتم توزيعهم على شكل دفعات يومية بمعدل عشرة أشخاص في كل يوم وهذا ربما أيضا يجعل الاحتلال الإسرائيلي يذهب إلى الالتزام بتنفيذ هذه الصفقة بشكل متكامل لأنه يخشى في أي يوم إن قام بأي عملية خرق لهذه الهدنة سيشكل ذلك ربما إفشال لهذه الصفقة لكن بطبيعة الحال وكما قلت يعني الاحتلال الإسرائيلي هو دائما يعودنا على أنه ربما يستغل الظروف إن رأى أن هناك هدفا ميدانيا يحاول الذهاب إلى استهدافه أو تحقيقه وبالتالي احتمالية أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي هذه الهدنة وارد جدا وارد جدا كما قلت لأن الاحتلال الإسرائيلي هو ذهب إلى هذه الهدنة وهو الآن في ظل مزيد من الاتهامات والاتهامات المتبادلة داخل الأوساط الإسرائيلية واليمينية المتطرفة داخل الاحتلال الإسرائيلي التي باتت يعني توجه سهام النقد إلى أداء الحكومة الإسرائيلية وأداءها الميداني وبالتالي وكأن هناك لوم كبير جدا على الحكومة الإسرائيلية التي رضخت في نهاية المطاف لشروط المقاومة الفلسطيني نعم شكرا لك سيد سليمان على كل هذه التفاصيل والإضاحات كان معي من رام الله سليمان بشارات كاتب ومحلل سياسي أشكرك جزيلا الشكر